ترجمة نانسي قنقر 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 ثلاثة اقطار. اه طبعا اه قطر اه قطر القطر الشو تعريفه كان يجي كان يجي من هو الخط الواصل من اه زاوية الى اخرى. هلأ هاد عندي يا خماسي. متل هو اللي طلبه. الخماسي عب قللي من كوشة وحدة بقدر برسم اه كم قطر عب قللي انفاز لا ثلاثة. انا من هون لهم ما بقدر برسم. اذا رسمت صار عندي ضلع. معناتا بقدر برسم لهون هي وحي قطر. وكماني بقدر برسم لهون هي قطرين. وكماني بجي لارسم لهون لا ما بيطلع معي غير قطرين. معناته انفازة بقدر برسم قطرين بخماسي. هذا هو اسمه القطر اللي انا هلا رسمته. هلا اذا جاءت لهون معناته ثلاثة لغلط معناته هي الانيرما بتطلع معي صفر. هلا عبي قول لي اونيرما لاره اتشن. اشهاد فريلان بلشيك اونيرما لارن دورو لك ديار لارنا بولولم. بدو نوجد هال عمليات هاي. طبعا هون بي فتحة. هو زمان عكس البي. البي اش طلعت معنا? طلعت معنا واحد معتا هون بعوض صفر. عوضت هون صفر باجي على الكيو. الكيو هي زاتة بنفسها ما بدو اياها. واحد. قلنا من الصفر للواحد معناته ايش نتيجة? واحد. قلنا ما في عنا غير حالة وحدة. يكون هالطرف واحد وهالطرف صفر. تطلع معي اه تطلع معي تعود صفر. هلا اه هون عندي اه بعوض الكيو عكسة معناته صفر. هون عندي سهم. بعدين عندي الار. الار شطلعت معي. الار هون ريح على الكيو واحد معناتها هاي صارت كلياتها واحد واحد يعني جمعون ويساوي واحد هلا منجي على المثال الاخير ريح على من للكيو ترس معناتها للصفر من هون ايش عدو بتطلع النتيجة من هون لهم بتطلع النتيجة واحد بعود بدالة واحد وعندي هاي لإشارة العكس مين عكس البي عكس البي صفر هالمرة طلعت معي منص من الواحد للصفر معناتها جوابها صفر هلا بجي على الأورنيك البعده بالأورنيك البعده هذا القانون كتير ريحين نحفظه ونستخدمه هو هون عيطينيه كميثال مش هاي يسبتليه بعدين عيطينيه كمعلومة هلا منشوف هون ايش آي اللي آي اللي بي إساكيو دينك بترسي يدديلي فيا كيو يعني ناتج هيك شكل عابي طلع معي هيك شي قولدو 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 دورو دورو لك تابلوسو إلا قوسترالم بدو النسبتو لهاد عن طريق التابلو عن طريق الجدوال هلا متل ما اتفقنا قبل هيك سؤال احنا متعرضين لأله بحيال القانون مو بس بهذا القانون عندي اللي بيجي بيطلب مني فورا بطلع كم مجهول عندي كم اونيرما عندي عندي اونيرمتين فورا بحط اثنين قس اثنين يساوي اربعة عندي اربعة اربعة مجاة اربعة اونيرمات رح يطلع عندي عندي اربع احتمالات لهال اونيرمتين رح يطلع معي فبرسم جدوال من اربع اسطور اول وحدة بحط فيو المجهول الاول او الانيرما الاولى بعدين الانيرما التانية بعدين ايش لازمني هون لازمني بيطرسة بحط بيطرسة برجع بطلع ايش لازمني هون لازمني هاي من هاي لهاي بروح بحط وحدة من هاي لهاي كمان ايش لازمني هون لازمني كمان من هاي لهاي فبجي اول شي اذا عندي احتمالة معناته بمشي 2 2 يعني بحط بالأول 1 1 بعدين 0 0 بالجدول الثاني دايما شقد كانت هاي الدرجة اللي هون أنا كنت عمشي 2 بنقص قدمة يعني بمشي 1 1 تمام فبيطلع معي كل الانيرماد هلأ باجي هاي البي دي لي البي دي لي إذا كانت هون 1 بكتب هون 0 إذا كانت هون 1 0 إذا كانت 0 1 إذا كانت 0 1 هلأ باجي على هاي بقول البي إسا كيو البي إسا كيو اتفاقنا ما في غير حالة وحدة بتكون فيها هي الصفر هي اللي بتكون من الواحد دي الصفر بعبيهم واحدات معدها الحالة هاي هلأ باجي مين مع مين بدي أقارن تفرجوا بي تارسة مع الكيو باجي على بي تارسة ما بطلع غير ع حد جدول هاد وعل هاد والعملية الشي هي جمع صفر زائد واحد واحد صفر زائد صفر صفر واحد زائد واحد اتفاقنا ما في اثنين عنا بالمنطق واحد وصفر زائد واحد واحد سبتلو تفرجوا هاي العناصر اللي هون كلها تمتلا مثل اللي هون فسبتلو انه هاد يساوي أو دينك هاد فهون بها الطريقة بس بتلو بطريقة الجدول اذا قال لك تابلوسو الى او تابلوسي لا لال فيا هلا بالاورنيك الاول ايش عب قللي بي اسا كل هاد القوس اللي هو بي مضروبة بكيو ونرمس ان انصادة هالنا يظلم بدو نكتوب هاي بانصادة هاله هلا شوفو هاد عندي احد وهاد حد بدي اطبق هاد القانون يعني هاد اعتبرتو البي بي معناته هلا هذا القانون ايش بقلي بقلي اول حد باخد ترسه وبحط فيا وبحط تاني حد بحاله بدون ترسه تمام اول حد ترسه شلته حطيت ترسه تمام بي شحطة يعني بي ديلي بي ترسه وبدال هاي بحط ال فيا تمام وبدال وهي هي نفسه بحطها تفرجوا هاي لكيو ما بتتغير عندي هي نفسه فاشل تحطيتها هي نفسه هلا اتخلصت من هذا السهم اللي انا ما بعرف له عمليات حسابية كتير تمام هادولة عمليات حسابية متل ما شفتو ضرب وجمع فالتعامل معهم اسهل هلا بالقانون الضالما بحسن بضرب هذا الحد بهذا الحد وكمان بحطها الاشارة بيناتهم بضرب هذا الحد بهذا الحد قلت لكم انا بفكر بالضالما ليش لانه انا عندي هون بي ترسه وعندي هون بي اجابي اذا اجتمعوا مع بعضهم بصير شي كويس لقلي يعني بصير في عملية ممكنة بيناتهم فبجي بحطهم مع بعضهم صاروا هيك مع بعضهم بعدين هاي الاشارة بنعلا هي نفسها بيناتهم كلياتهم بعديني بحط البي فتحة مضروبة بمن بالكيو فهدولة متل ما انه بيطلع واحد هدول وهدولة رح يضلوا عحالهم تنتينتهم مجهولات فبكتبون بهالشكل بقول له هذا انصادة شكل ممكن يطلع معي هلأ كماني متل ما بكل عملية في عنا هالصندوق هاد المهم هون كمان عنا هالصندوق المهم كماني لازم هدولة نحفظون منيح هلأ عندي هون البي اسا بي شوفوا هلأ الحفظ شي كويس ولكن الفهم شي اكوس عندي البي اذا كانت هاي 1 ان هذه كانت ستكون 1 اذا كانت هذه 0 تكون 0 فانا عندي بالقسة ما في غير حالة واحدة فاختبأ هنا 1 واحد هون صفر لا يطلع عندي 0 فهاي من حالة تظل عندي واحد من بيني لانه تكون عانة اكي طرف عانة يطلع عندي الناتج 1 هلا هون عندي مانا ب وعندي П عندي 0 سادل يحضرCr يجل شباب هلأ اذا قدتاني هنا'. O صفر إسه صفر إش بيطلع الناتج واحد صفر إسه صفر واحد واحد إسه صفر بيطلع واحد إش ما عبعوض هون عبيطلع عكسه هون إش ما عبعوض محل البي عبيطلع عكسه بي معناته الرقم النتيجة تبعيد هاي هي ترس البي إش ما كانت البي رح يكون ترسه تمام هلا البعدة نفس القصة كمان إذا بقول هون صفر بالحالات كلها دا ما في عندي أول ونيرما صفر عندي حالة واحدة بس شازي قلنا هي إنه يكون واحد والطرف الثاني صفر هون إش كان عندي صفر أو زمن واحد إش ما كانت تكون قيمة بي إذا كانت واحد ولا صفر قيمة قيمة هذا الحد كلها رح تطلع واحد هلا بالنسبة للبي للواحد هلا الطرف الثاني إذا كان عندي واحد كمان أنا عندي الشرط الوحيد إنه الطرف الثاني يكون صفر لتطلع النتيجة الشو صفر فهذا الطرف الثاني واحد معناته عكل الأحوار رح تطلع واحد هلا بالنسبة للأخير عندي الطرف الأول واحد والطرف الثاني بي هلا إذا كانت الطرف الثاني إذا عوضت بدال البي واحد شو رح تطلع النتيجة واحد إسا واحد بتطلع واحد إذا عوضت صفر ليصير واحد إذا صفر صفر معي تمثل ما هون محطوط هذا الرقام نفسه عبي طلع هون فتساوي عندي قيمة البي شو ما كانت تكون هلا عاطيني هون أورنيك ليوضح لي هاي الفكرة أشهدكي بلشيكو نرملرن أنصادها لنا بوللم بدو نوجد أنصادها لنا نبلش في يون وحدة وحدة هلا بنفس بتطبيق هالقوانين هاي بحسن بحل كل هدول بي لتروح للواحد قلنا بي لتروح للواحد فالناتج عندي دائما هون واحد صح؟ هلا بي إسا بي يعني هاي هون وهون بدأ تكون واحد في بينتهم يدى واحد يدى واحد النتيجة صفر هلا باجي على التمرين البعده عبقلي واحد هالطرف هاد واحد هالطرف هاد معنا تقيمة بي ليش؟ إذا كانت هاي صفر سيكون مين؟ إذا كان هالطرف هاذ صفر سيكون عندي قيمة هاي صفر وإذا كان هالطرف هاد واحد سيكون قيمة واحد فهذا الطرف هو بي فباجي بحط هون عندي بي هلا هون كمان هاي ضرب عندي الطرف الثاني إذا الصفر كان هون دائما النتيجة عندي هاش قد واحد عندي واحد هون وفيه ترسه هون فبصير هذا الواحد صفر بيه بالصفر ديطلع النتيجة صفر طبعا هو هون سلك الطريق الأطول عوض لك هذا القانون اللي أخذناه آخر شي هون عوض هذا القانون فيه صارت عنده بيه الشكل هاد صارت عنده هاي أول واحد أخذ ترسه وبدل إشارة الإسه بيه وحط الثاني والطرف الثاني تتبع نفس الطريقة بس تطلع معكم نفس النتيجة هلا بالنسبة للجي واحد إسه راحة للبي واحد والبي واحد أول شي بعدين البي فقيمة هاي شو ما بتتغير هاي وبصير عندي نفس القيمة فبحسين بقول أنه قيمة هون عندي إياها بيه ها بيه الواحد إذا راحت لعكس البي عكس البي إذا الواحد راحت لعكس البي فبيطلع عندي ناتج عكس البي إذا كانت عكس البي صفر فتساوي صفر فبحسين بحطة بهالطريقة هاي وهي كمان عكسة تفرجوا عكس عكس معناها تابي هلا بدي طلع معي النتيجة معناها تابي بيه 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 بحسب خواصة كوات بحسين بحط وحدة بس منهم تساوي بيه كمان هون هو تتبع طريقة تابعة القانون طبعا كل الطرق تؤدي لها روما ما فيه مشكلة بطريقة اللي بتلاقوها أسهل للكم تتبعوها هلا عاب يقول لي هون بيه للواحد إسا واحد بعدين حيطط لي كمان إسا بيه للا يدا صفر الكيو يدا صفر هلا عندي البيه إذا راحت للواحد متل ما أنا البيه إذا راحت للواحد بتكون قيمته واحد لأنه الطرف الثاني واحد ما يكون عندي احتمالات كمان بنزل هاي الإشارة هلا الكيو يدا صفر الكيو يدا صفر الكيو يدا صفر إذا كانت قيمة الكيو صفر ستطلع عندي واحد وإذا كانت قيمة الكيو واحد راح تطلع عندي القيمة طبعا منتذكر باليدة إذا كانوا اثناناتهم مثل بعضهم فتكون النتيجة صفر فإذا كانت هاي صفر بتكون النتيجة صفر وإذا كانت هاي واحد بتكون النتيجة واحد فهي قيمة مين؟ قيمة اكيو تمام؟ شو ما بتاخد قيمة اكيو؟ بياخد هذا الحد فهون صار عندي هالشكل عبقلي واحد يدا اكيو واحد يدا بي مين يساوي بي معناته هون يساوي اكيو طبعا انا حلت لكم اياها بالطريقة التانية عن هاي مشان انتو تشوفوا انها الاسحل كون تغضو وبتقدروا تعاوضوا القانون متل ما معاوضوا بتطلع معكم نفس النتيجة هلا بالأورنكت البعدو عابي قل لي من هالشكل هاد يساوي الصفر هاد لهاد يساوي الصفر قل دو نقول بدو احسب له قيمة هادول هلا اسهل طريقة طبعا انه يجب لي هون صفر ليش؟ ما في عندي غير احتمال واحد الحد الاول يكون قيمته واحد والحد الثاني يكون قيمته صفر بس بها الحالة تطلع معي النتيجة تساوي صفر بغير حالة ما عندي نتيجة تساوي صفر تمام؟ فبشيل هاد الحد كلياته بقول هاد الحد اش يساوي؟ يساوي صفر عفوا يساوي واحد ترسو يساوي صفر تفرجو هاد الحد هاد يساوي واحد ترسو اش يساوي صفر فاذا كانت هاي وهي تساوي الصفر متل ما بتعرفو هاي قيمته جمع صح؟ فاذا قيمته جمع اذا كان هاد واحد تشركت عندي المعادلة هذا لازم يكون صفر وهذا لازم يكون صفر طلع معي الار والكيو هلا باجي على الطرف الثاني انه هاد قيمته لازم تكون صفر فاذا هاد قيمته لازم تكون صفر اذا جينا عوضنا الكيو اللي طلعت معنا صفر وهذا جمعه يساوي صفر معناته الار بدا تطلع عندي صفر مثل ما يكون شايفين هلا بشيل هالارقام هاي اللي طلعت معي كل ياته بعوضها في هالمعادلة شغل هالارقام كل ياته عوض محل الكيو ذاتا كل ياته نطلعوا معي صفر عوض محل الكيو صفر عوض محل الار كماني صفر فوقه شو ترسه تؤدي او اسا البي كمان تلعت معي صفر بعوضها بصفر كماني يدها الار كمان صفر وكل ياته ترسه هلا باجي صارت عندي هالشكل هاد هلا باجي صفر مضروبة بواحد قيمته صفر تمام؟ صفر مضروبة بواحد قيمته صفر هلا الطرف الثاني هاي صفر اخذت هلا الطرف الثاني ايش عبي يقولي هون صفر يدها صفر فبتطلع معي صفر وترسه واحد تمام؟ فبصير عندي هاي النتيجة اللي هون هي واحد فبصير عندي من الصفر للواحد لازم تطلع قيمته واحد هو هون انطبق القانون بيناتهم مو مشكلة الطرفين لازم يطلع معكم نفس النتيجة تمام؟ اه الهون ينتهي درسنا بالدرس القادم ان شاء الله منحل هذا السيراسيس ومنكمل منشوف الكوشلو الى تارس والى كارشت منشوفهم وفي الى كارشت تارس كمان نتعرف عليه هون نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله شكرا لحسني اصغائكم شكرا منشوفهم ليصفر سلام منشوفهم منشوفهم اود議م 광ulu